في مدينة لاهور عام 1952 ولد بطل الكريكت السابق ورئيس وزراء باكستان الجديد عمران خان تلقى خان تعليمه في مدارس النخبة في باكستان ليكملها على مقاعد أوكسفورد حيث تعلم الفلسفة والسياسة والاقتصاد بينما كان يستعد لخوض مباراته الأولى مع المنتخب الباكستاني عام 1971 موهبة خان الرياضية ومظهره الجيد أكسباه الشهرة في باكستان وإنجلترا إلا أن ظهوره المعتاد في النواد الليلية الأنيقة في لندن جعل منه مادة تندسمة للصحف الصفراء في عام 1992 عاش خان صحوة دينية قرر أن يعتزل بعدها ويسير في طريق الصوفية ليتحول بعد أربعة أعوام إلى السياسة ويؤسس حزبه حركة إنصاف الباكستانية وبسبب تأثره بالتصوف صوت لاحقا في البرلمان لصالح التيار الإسلامي المتشدد ممثلا بتحالف الأحزاب الدينية في باكستان الذي كان قائده على مدين من المؤيدين لطالبان الأمر الذي دفع البعض إلى مهاجمته وإطلاق اسم طالبان خان عليه خاصة مع تكرر دعوته إلى إجراء حوار مع المجموعات المتمردة خان الذي اتخذ مضرب الكريكت شعاراً انتخابياً له دعت حملته إلى مكافحة الفساد لتسجل شعبيته تزايداً كبيراً محققاً أخيراً أغلبية النيابية أهلته لتولي رئاسة الوزراء بسم حامد العربية